موسيقى استدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة لما علم من إفشائه سره وكان ذلك في غزوة فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة فقال له يا حاطب ما حملك على هذا فبدأ حاطب يذكر الأسباب يا رسول الله إني كنت امرأة ملسقا بقريش ولم أكن من أنفسها ثم قرر عمر بن الخطاب أن يتدخل قال مكنني من عنق هذا المنافق حتى أضربه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم قد غفرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم بفلونه التعاملية الراقية يبين أن الأساس في تقييم الأشخاص يكون على مدار السنوات ليس موقفا واحدا نحدد تعاملنا مع الآخرين من خلاله ومن ما ساء قط ومن له الحسن فقط وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي فحاطب من أبي بلتع من أهل بدر وله مواقف عظيمة في نصرة الإسلام والمسلمين وإن أخطأ في هذا الموقف فإن ذلك لا ينقص من قدره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة